اشتركوا في القناة نعم ورفع معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله أسمى آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة مؤكدا أن تحقيق هذا الإنجاز العلمي والتاريخي المشرف الذي جعل مملكة البحرين تلامس الفضاء يجسد التطلع نحو المستقبل بعين ملؤها الإيجابية والثقة بقدرة أبناء هذا الوطن وشبابه على تحقيق رؤى جلالته حفظه الله وشد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بجهود سبو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في تحقيق الإنجاز العلمي المشرف لمملكة البحرين بعزيمة وإصرار لتعزيز قدرة ومكانة المملكة في المجالات العلمية والبحثية المختلفة التي تزخر بها علوم الفضاء كما أكد معالي أن تحقيق هذا الإنجاز العلمي يعكس ما تتميز به العلاقات الأخوية والتاريخية المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من عمق ورسوخ على مستوى العلاقات الثنائية بين الدول سائلا المولى القدير أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة والعافية وطول العمر وأن تواصل مملكة البحرين تحقيق الإنجازة والإنجاز في ظل عهد جلالته الزاهر